شفتوا هذا المقطع اللي هسه أبين قدامكم هذا المقطع يحاول لود على جمال البنة في إنكافاضية الحجاب طبعاً للمبعض جمال البنة هو فقيه إسلامي وكان ضد فقاة الحجاب وكان يشوف أن الحجاب مش من الدين وكتب بهالموضوع كتبه إلو مقالات والمهم لما أجل حاول لود على جمال البنة وظلي حاول يبين أنه خصمه غبي أثبت أنه أصلاً أصلاً مش عايفش وأدلت خصمه كيف يا شادي؟ الحديث اللي انذكر بهذا المقطع هذا الحديث موجود في صحيح البخاء وهو حديث صحيح وهو حالياً قدامك على الشاشة ولكن الشيخ لأنه عنده شوية إيغو ما بيّن هذا الحديث ومعافش أصلاً نود عليه فغيّى الموضوع كله وطبعاً أنا مزيه وأنا واحد كمان أشوف شو عد المسلمين على هذا الحديث فدخلت على موقع الإسلام شؤال وجواب لقيت هذا الموضوع كمان متكواب هذا الموقع ولقيت واحد بيسأل الموقع عن أنه هذا الحديث البعض بيستدل عليه على أنه دليلة على أنه البنت بصدر تبين وجهها وبعض من أعضائها لأنه الحديث زي مهوم بيّن قدامك على الشاشة بيقول أنه كان النساء أيام النبي عليه الصلاة والسلام يتوضّوا مع لاجال في إناء واحد والوضوع كنا نعافينه من كشف راس وكشف الأياد ومن هذا الكلام فالمهم أجل شخص صادر اللي بيحاول بموقع الإسلام بيسأل وجوابه ودع الحديث وقال في البداية أنه فيه ثلاث أقوال بهذا الحديث لا الأول بيقول حسب الموقع أنه ما فيه بالحديث دليل أنه فيه اجتماع بين النساء وبين الأجال في وقت واحد على الوضوء طبعا نظر حكي كمان شوي حيرده عليه الآية الثانية بيقول لك أنه الحديث أن المواد بالنساء في الحديث هم الزوجات والمحام إذن هنا فيه إختلاط حسب وجهة النظار الثانية بين الزوجات والمحام والأجال إذن هنا كمان التناقض بين وجهات النظار وجهة النظار الثالثة أن يكون الحديث بيوصف حدث قبل تشريع الحجاب على النساء وهذا الاختلاف كلياته بدل على شغلة إنهم مش متفقين هل هذا الحديث عن جد بدل على إنه الحجاب فاض أو من عدم إنه الحجاب مش فاض بل حتى القول الثالث بينا تخبطهم لأنه بقولك كمان إنه يكون هذا في وصف قبل تشريع الحجاب إذن هم ضمنيا كمان بعضهم شايف إنه هذا الحديث ممكن فعلا يكون لجال والنساء يتوضوا بإناء واحد أيام النبي بل حتى أيام الصحابة لحد ما وصلنا لأيام عما بن الخطاب شو بنوصل بالبداية والنهاية من نتيجة من هذا الكلام لأنا قلته إنه فاضية الحجاب في بعض الأثار اللي بدل إنه الحجاب ما كانش حتى أيام النبي فاض ولكنه مع الوقت صاهو فاض لأنه بعض الفقاء شافوا إنه فاض وبالبداية وبالنهاية أنا عملت فيديو كامل عن هذا الموضوع ساعة كاملة ومش فاض بصاحة أقول لك لدل على موضوع عدم فاضية الحجاب وفي كتب كثيرة لواحد زي جمال البنة مثلا بهالموضوع إذا محتوى عاجبك وحاسس إنه بستهل الدعم حابب بالمستقبل إنه يطوى أكثر وإني أنا كمان أقدر أستمافي وبتقدر حاليا تدعم المحتوى من خلال البيبال إذا كنت من خارج المملكة أو على الباتايون وطبعا جميع الإحسابات والآقام حاليا قدامك على الشاشة سلام